برنامج إصلاح ومكافحة للفساد طرحه السوداني منذ استلامه الحكومة الجديدة من حيث الشعارات لم يأتي بما يخالف الإصلاح المزعوم للكاظمي في الورقة البيضاء أو من سبقه من رؤساء الحكومات أما من حيث المضمون فإن السوداني توعد بمحاسبة الفاسدين وتطرق إلى السلاح المنفلت دون تحديد الأطراف المستهدفة الأمر الذي يشير إلى حملة حقيقية سيقوم بها السوداني لكن لأبعاد حزبية وفي خضم تصفية الحسابات فلا يختلف عراقيان أن السوداني يعمل تحت مظلة حزب الدعوة وكتل الإطار التنسيقي عموما كما أنه لا خلاف بأن أكثر من تورط بالفساد وأنشأ الميليشيات هي أحزاب الإطار بالدرجة الأولى فلا يمكن للسوداني أن يتصادم مع من وضعوه في هذا المنصب ليبقى المقصود بالفساد والسلاح المنفلت كل طرف دخل الإطار في خصومة معه ولسيما في الفترة الأخيرة أحزاب الإطار التنسيقي بعدما خاضها العسير للانفراد بالسلطة واجهت تهديدا حقيقيا على مستوى الصراع المسلح مع التيار الصدري وكذلك خصومات سياسية ظهرت على الساحة في فترة حكم الكاظمي وهذه الخصومات ستهدد استقرار حكمها إذا لم يتم القضاء عليها بطريقة ما ولعل شعار مكافحة الفساد والسلاح المنفلت هو الذريعة ليبدأ الإطار في تصفية الحسابات مع خصومه بالسجن ومصادرة الأموال بعد فتح ملفات فسادهم وكذلك ربما تصل الأمور إلى تقليم أظافر الصدر عبر مصادرة سلاح ميليشياته أو في أقل تقدير تحجيمها وتقليص نفوذها الانفراد بالمشهد السياسي والأمني عن طريق القضاء على الخصوم سيناريو له موشرات واقعية وخصوصا أن زعماء الإطار بإعاز من إيران يتجهون إلى التهديئة الإقليمية والتوقف عن استفزاز دول الخليج ومن ناحية أخرى هناك رضا أمريكي عنهم يجسده دعم السفيرة الأمريكية لحكومة السودان